ازايكم عاملين ايه فيديو جديد والنهاردة هقول لكم ازاي نخس في رمضان بطرق بسيطة جدا نقدر ان احنا نعملها بمشروبات نشربها عادي بعد الاكل تحرقوا بحاجات سهلة جدا نقدر بيها نخس طول الشهر بحيث ان احنا ننزل 20-30 كيلو يعني في خلال شهر واحد بس اهم حاجة تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا update بكل جديد وبتنسوش لو الفيديو ده عجبكوا عملولوا لايك عشان ده بيشجعني جدا بيساعدني ان انا نكمل ويلا بينا نبتدي اول حاجة نعملها عشان نخس في رمضان انه لازم بعد كل وجبة نشرب مشروب يحرق الدهون اللي احنا كناها في الوجبة دي عندكم مثلا حاجات اللي بتحرق زي شاي بلمون شاي اخضر الجنزبيل عليه ارفاء في مشروبات كتير جدا بتخسس تاني حاجة مهمة قوي ان بعد ما ناكل ونضب الوجبة التمام ان احنا نفضل منتخين في مكاننا فيه حاجات كتير نقدر نتفرج عليها ويحنا عاديين في مكاننا ليه هنقوم ونجري ونتحرك الحركة دي على فكرة هتهضم الاكل وهتحرق الاكل اللي احنا اكناه فهنجوع تاني فهنرجع ناكل تاني فليه ان احنا ناكل واجبة الفطار وندبها على قد ما نقدر وناكل واجبة الصحور وندبها على قد ما ندر احنا عندنا فترة كام ساعة يعني من ساعة تلاتة ونص الفجر لحد ساعة ستة بالليل واحنا ما بناكلش فاحنا عندنا وجبتين نقدر ناكل فيهم كل اللي احنا عايزينه طبعا انا بقول اي كلام اي حشو اي اي حاجة بتكلم فيها بهري وخلاص واي فيديو تدخله عليه اقول لكم ازاي نخص في رمضان اقوى ضايد في رمضان الحاجات دي كلها مش عملية ومس صحية خالص طيب انا دلوقتي خصيت في رمضان وحرمت نفسي من القطايف ومن الكنافة ومن كل حاجة انا بحبها وخسيت لو انا ماكملتش بعد تلاتين يوم اللي هو في فترة شهر رمضان ماكملتش ضايد ماكملتش العادات الصحية المفروض اللي انا بعملها الحاجات الصح ما نهارجع ادخن تاني ده نهارجع ادخن اكتر من الاول ومش هيلومني غير ان انا حرمت نفسي من كل حاجة انا بحبها وفي نفس الوقت خسيت ورجعتهم تاني ما كده عملنا ايه وبعدين عشان نخص صح ونتأكد فعلا ان اللي احنا نزلناه على الميزان ده ان هو مدهون مش مية مش اي حاجة تانية مش اللي هو مجرد ما كلنا مثلا حدتين مخل ناقي نفسي نزلنا تاني على الميزان ما بياخدش شهر بياخد اكتر من كده احنا عشان نشوف نتيجة باسم الله الرحمن الرحيم مش قبل شهر شهرين عشان نبتدي فعلا نشوف نتيجة صحيحة مش مجرد رقم بينزل على الميزان اه ممكن نشوف مشروبات تساعدنا على الحرق تساعدنا ان هي تحسزنا بالشبع ان احنا نعمل عادات بسيطة تأثر في كمية الاكل اللي احنا مناكله كل ده كلام جميل بس لو احنا مستبرناش عليه مش هنحس النتيجة او مش هنلحق خلال شهر نشوف نتيجة مبهرة اللي هو انوان الفيديو خس 20 كيلو في رمضان 20 كيلو في شهر ما كانش حد غلب والله يعني لو هو الموضوع بالسهولة وبالسزاجة دي ما كانش حد غلب كان عايز يخس كان يخس وخلص ده خلاص كان قعد شهر قرص على نفسه وخلص بالكصة دي خالص الفكرة في الاستمرارية ان احنا نكمل على الحاجات الصحة اللي احنا منعملها لانه ولا ضيت ولا نظام اكل صحي ولا اي حاجة تمنعنا ان احنا ناكل حاجات نفسنا فيها الفكرة في الكمية والفكرة في الوقت وانو مش عمال على بطال عمالين ناكل في حاجاته خلاص سواء بقى بناكلها جوع سواء بناكلها فراغ بناكلها استخسار اللي هو الحاجة بدل ما تتريبا ناكلها هرميها في معادتي ايا كان كل حاجة وليها وقتها طب خلاص اشان منزعلش مني خلينا نبتدي ونتكلم بجد شوية الحاجات اللي احنا فعلا لو عملناها نقدر نخس عليها نقدر نحتفظ بالمية اللي تساعدنا ما نعطاش طول اليوم ونجي على الفطار بقى عصاير بقى ونديها وحاجات كده حاجات بوسطة جدا هنعملها هتفرق في يومنا كله يعني مثلا فترة السحول لو احنا فضلنا نشرف في مية نوص ساعة ساعة وهتلاقي المية دي كلها راحت طب اقدر اعمل ايه عشان احتفظ بالمية في جسمي تساعدني ان انا ما عطاش بقيت اليوم ما تعبش ما حسش بهبوط ان احنا ناكل خضار في مية زي الخيار زي الخص زي مسلا ممكن ناكل فاكهة تمام بطيخ الحاجات اللي هي فيها نسبة مية عالية دي بيبقى فيها نسبة مية وفيها نسبة قليل فهتعد شوية في المعدة وهتحسس الجسم شوية ان هو مش عطشان لكن لو شربنا مية كتير جدا فترة السحور ساعة بالكتير وهتلاقي كل المية دي ولكن نشربنا اي حاجة طب نشرب المية امتى لان احنا لازم نشرب مية على قد ما نقدر نشربها من بعد الفطار لحد السحور نايمين صحيين اكلين شاربين ازاست المية دي جا من بناء على طول نشرب نزلنا نصلي نزلنا مشوار ازاست المية دي ما تفرقناش على طول اديها في مية في مية في مية هتلاقي اولا المية ده اتملت شوية فحاسينا ان احنا اهدا مش جاعنين مش عايزين نفترس الاكل سانيا المية هتساعد ان الجسم يحرق لان على فكرة باتفاق الجميع اقوى مشروب لحرق الدهون هو المية مية وبس دي كفيلة ان هي تشغل الجسم كمحرقة ان هو يحرق على طول فنشرب مية كتير على قدم ونقدر بس نقسمها ونوزعها من ديش فترة السحور ونشرب كمية مرة واحد طيب في حاجة مهمة لازم نعرفها ان رمضان شهر السيوم وربنا مش بخلينا نصوم فترة النهار دي كلها الفترة اللي بنقعد فيها منعين اكل وشربه ومنعين اي حاجة غلط بنحاول على قدم ونقدر ان احنا نقللها ونجي بالليل نفترس بقى الاكل وننتقم في كل حاجة هو رمضان مش عشان كده مش عشان احنا نحرم نفسنا فترة معينة ونجي بقى ناكل مالزة وطاب على قد ما نقدر فترة الفطار او فترة السحور المبدأ مش كده خالص الفكرة ان احنا حتى لو هنأكل ما ننتقمش يعني ما استغرب انه شهر السيوم والناس بتوع تجيب كميات اكل قد كده من هايبرورز ومقارونات ومش عارفة ايه مش حلو اطعام الطعام وان احنا نعزم الناس والكلام ده يعني حلو ده ده بالعجز احنا هنقجر عليه ان احنا افطالنا صايم وان احنا صلنا الارحام وان احنا ودينا الناس جرانا ارايبنا اصحابنا ده كله حلو جدا للعزمات لكن في ناس بتجيب كميات اكل كبيرة عشان رمضان والمحمر والمشمر واحنا حارمين نفسنا طول النهار عشان نيجي بقى بالليل نعك مش كده فلو انت في ايديكي انت مثل ست بيت او لو حد في ايديه ان هو اللي بيعمل الاكل ما نعملش بايه بزيادة لأ هو عادي احنا ممكن لو شربناك وبيتم مياه على فكرة هيفرقوا معنا في وقت الفطار مش هنحس ان احنا جعانين وعايزين نفترس الاكل كده كل مرة واحدة لأ هنبقى بناكل كمية اللي هي البسيطة المعقولة طيب لو انا حد عايش مع اهلي مام دي اللي بتطبخ او قاعد في مكان هما اللي بيطبخوا فيه ناكل من اكل الموجود بس ناكل بكميات قليلة واهم حاجة نبقى شربين مياه قابليه عشان بيبقى احساس مش جوعنا بحس ان احنا في رمضان مش بنجوع على قد ما بنعتش فاحنا لو يعني شلنا او ملينا حتة العطش دي هنلاقي نفسنا اهدأ بس نمليها بمية ما نمليهاش بعصير لان عصير دي حتى لو طبيعية هتخري بالدنيا وملينا سكر وما فيهاش الالياف بتاعتها كاملة فهتلاقي نفسك انت يعني برضو بتزيد ومتعطش للسكر اكتر طيب احنا دلوقتي اكلنا وجبة دسمة وعكينا واحنا عارفين ان احنا عكينا مش ببساطة هنقول هنزل الجيم هنحرقها او هنشرب مثلا شاي بلمون او شاي اخضر او اي مشروب حارق وناسف للدهون فهينسفها مفيش الكلام ده عكينا واكلنا الوجبة تقيلة تمام نحاول نتمشى نهدم نشرب مشروب يساعدنا على ان الاكل يتحرق هيساعد انما مش هيحرقه فاحنا خلاص غلطنا غلطة تاني يوم نبتدي بداية نفتح صفحة جديدة او نبتدي من الاول ما ينفعش اللي هو ايه اكلت اكلة فهالعب لها شوية رياضة فخلاص راحت فهممكن ارجعوك تاني ده احنا لو عايزين نخص فعلا يبقى الحاجات اللي هو مرحلة باقي تثبيت الوزن او مرحلة السبات بقى خلاص انا وصلت للجسم اللي انا عايزه ما ينفعش نفضل بقى نعوك تاني لا بس هنبقى حتى لو عكينا هيبقى مرة مرتين وهنرجع لستايل حياتنا العادي اللي هو فيه مقللين السكريات ومقللين اكل بالليل او مناعين اكل بالليل من نتعاشا كده عاشا خفيف لزيز عشان ما يطلعش عندنا كرشو ما يبقاش الاكل طابق على نفسنا عمتا لو انتو عودتوا نفسكو على ان معدتكو تبقى صغيرة فعلا حرفان المعدة بتصغر يعني الواحد كان بيأكل طبق قد كده دلوقتي بيأكل طبق قد كده وبنشبع لانه خلاص الواحد يتعود على كده لو احنا عارفين الاكل شكله مغري ومشو نقدر نمسك نفسنا نحط جمينا طبق السلطة كده قدام عينينا ونفضل ناكل فيه اللي هو معلقة من الاكل المغري بشاميل اللي بقى بستامنا البلد والحركات دي وفي نفس الوقت معلقتين سلطة بحيث نملة المعدة لكن فكرة اللي هو ايه الشرناك كبايتين مية وبعدين اديها طبق السلطة وبعدين كبايت شربة وبعدين ايه ده مش هاجي اكل على الاكل هلاقي ان انا نفسي مشجعين او ماليش نفسي ناكل بس حرمين او بصراحة حرمين وبعدين انا حد مثلا بحب يبقى جانبي طبق السلطة واخد معلقة من هنا على معلقة بشاميلة على معلقة فرخة على شربة بقى بلع بيها انا حد بحب اعمل ميكس بين الحاجات دي ليه اكل كل حاجة الوحدي عشان يجعل فطارة كل لقمتين وخلاص ليه ليه العايزة يبدأ لما ممكن اكل اللي انا عايزه بس بكمية قليلة فعلى قد ما نقدر انه لو دبناها على الفطار نحاول ان احنا نعوضه وفي نفس الوقت ما ندبش قوي هتلاقوا نفسكم مع الوقت تعودتوا اصلا ان انتوا مش عارفين تدبوا يعني الاكل قدامكم وملزة وطاب وحلو وجميل بس انا مش عارف ادبها قوي فهتبقى معدتنا اريح وهنحس انه جسمنا بقى اخفي يعني من الحاجات المهمة برضو ان احنا ما نوقفش رياضة لو احنا ماشيين على نظام رياضة معينة لو احنا عايزين نبتل صفحة جديدة ولسه الاول مرة هنلعب رياضة نشوف الاوقات اللي ينفع يتلعب فيها رياضة يعني لو جيت في نص اليوم نص الصيام بقى وطلعان العين والواحد عطشان وجعان ومهمد ومش قادر وقعدت العب رياضة ده هيهبطني جدا وهحس ان انا مش قادر اكمل صيامه فنشوف الاوقات الصح اللي نقدر نلعب فيها رياضة يعني فيه ناس بتقول نلعب مثلا بعد الفطار على طول بس بعد الفطار على طول لو نزلت الجم هتلاقي مليان امم كله فاكر ان هو اياكل وهينزل يحرق ما بيحصلش بس يعني كله بينزل الجم على طول بعد الفطار او هنحس ان احنا من كتر الاكل اللي اكلناها فجسمنا مهمد وخملان كده ومش قادرين نلعب رياضة فهنكسل يومين 3-4 اوضاع ومننا هنكسل فيه بيقولوا ان احنا نلعب رياضة بعد الفطار بساعتين اللي هو ان بقى اكلنا وشربنا وهضمنا لحد ما فنقدر نبتدي نلعب رياضة وفيه بيقولوا لأ قبل الفطار قبل ما نفطر نلعب لنا حبة رياضة كده ونزل بقى على الوجبة ندبها بس لو احنا لعبنا رياضة وجينا عكينا في الفطار ما عملناش حاجة كده احنا كده هنرجع نتخذ تاني بالعكس احنا بعد الرياضة وعايزين بقى عضلات ونبني عضلات وكده بنبقى عايزين وجبة فيها بروتين اكتر من يكون فيها حاجات دهون او حاجات كده لانه العظم بقى عايز بروتين عشان يقوى كده وينشف ويبتدي يحرق فمش ينفع مثلا ان احنا نلعب قبل الفطار ونرجع ندب ببعديها فيه بيقولوا لأ احنا ممكن نلعب في نهار رمضان طب لو احنا لعبنا في اسناء الثيام ده ممكن يؤثر على العضلات نفسها اللي هو اصلا مفيش حاجة تهدمها ان الجسم بقى له فترة كبيرة ما بيأكلش ففيش حاجة تتحرق فممكن يؤدي ان العضلات تبقى رخوة كده وان الجسم يضعف بسبب ان الواحد اصلا مهمد مش قادر عسان يلعب وهو صايم فكل واحد يدور على اكتر نظام هيمشي معاه هو عارف مثلا ان هو لو لعب قبل الفطار على طول هيجي في فترة الفطار ومش هيعق حد تاني عارف ان هو هيكل واجبة اه مش دسمة اوي مش كبيرة اوي بس هيلعب رياضة ويعني هيبقى فيه صحة بعد الفطار اللي هو يقوم ويتحرق ويحرق الاكل اللي هو اكله ده الفكرة انه نشوف انسب حاجة لينا ونعملها حاجة مهمة ويمكن دي الحاجة الاخيرة اللي حابة نتكلم معاكو فيها وهي انه منقطرش سكريات انا مو قلش نمنع لانه في حاجات بصراحة يعني مبتبقاش موجودة غير في رمضان يعني القطايف احلى قطايف كده كنافة بالمهلبية ولا كنافة بالاشطة ولا كنافة بالكريم انا عارفة ان انا جوعتكم بالكلام ده بس الحاجات دي ما بتبقاش موجودة غير في فترة رمضان فانو عد بقى ودخلينا على العيد بقى وبتفور بقى وحاجات استخفى الله العظيم يا رب فالحاجات دي ده المسم بتاعها وده احنا يعني احنا صغيرين كبيرنا على كده ان احنا بناكل الحاجات دي فلو منعناها هيصعب عليها نفسي بصراحة ان انا منعها قدام الحاجات دي كده وبقولهاش فلو هناكلها خلق نخش بقى الكلام المفيد لو هناكلها نقسمها يعني ما جيش بعد الفطار الحباء ايه بحاجة مسكرة او مثلا انزل على طبق القنافة طبق قد كده اخد لنص الصينية ما نقطرش ولو اكلنا يبقى بكميات على فترات بحيث ندل الجسم فرصة ان هو يحرق هو عمتا لو اكلنا حاجة فيها سكريات الجسم ساعتين واش وقف حرق بس يعني احسن الوحشين ان احنا لو هناكل السكريات دي نقسمها ما ندبهاش مرة واحدة لان كمية السكر العالية دي في الجسم مرة واحدة هتخليه بعد كده يهمد لو ما ديناهاش سكر تاني وبالمناسبة برضو ما ناكلش سكريات فترة السحور وما نقطرش برضو فترة الفطار لان دي اكتر حاجة هتساعدنا ان احنا ما نصدعش في خلال النهار او في خلال الصيام لان احنا ما بناكل سكريات ونيجي فترة كبيرة جدا ما نعانيها اللي هو خلال النهار فترة الصيام بيبقى الجسم بقى انا عايز سكر انا ادمان بقى عايز سكر بقى اي شكل هاتلي سكر ما جبت السكر البس بقى في الصداع البس في هامداني البس ان انت مش عارف تكمل يومك في الصيام لو اخدناها من كذا حزبة كده هنلاقي نفسنا ان احنا ما بناكلش سكريات كتير وفي نفس الوقت لو احنا اللي بقدينا احنا بقى اللي بنشتري ما ناعدش نشتري ولو جبنا نشتري حاجة بسيطة لانه طول ما الحاجة قدامنا طول ما هتبقى عنينا رايحالها وطول ما هتبقى قدينا مسكاها وهنعك لكن لو الحاجة مش قدامنا لسه هنزل واروح واجيب لأ خلاص انا كل صمرة فاكهة صمرة فاكهة يعني فيها سكر برضو ويعني وسندقة الجوعة وانقازت موقف ولو هما جايبين في البيت يعني نقعد نستعيز باللمن الشترجة عشان منقربش منها على قد ما نقدر بس كده ده كان فيديو النهاردة ما قلنا صايح دي ليكم وانا اولكم لانها الفترة اللي فديت عالكيس فعايز يبقى اعوض في شهر رمضان ان شاء الله واستمر عليه بعد رمضان عشان نفضل نخس كده طول الوقت ويبقى جسمنا حلو وخفيف ونشيط وفي نفس الوقت بصحة كويسة اللي هي دي اهم حاجة اهم من الشكل واهم من الكلام ده كله وما تسمعوش لحد بيقول لكم خس عشرين كيلو في رمضان وخس تلاتين كيلو في رمضان وتفضلوا تقرسوا على نفسكم وتيجوا بعد كده اللي هو بقى حرمين بقى ما بعده حرمين فاللي هو انا هفتري انا ما خسيتش اصلا او خسيت بس انا كنت حارم نفسي من حاجات كتير فانا هعوك بقى الدنيا فما تعملوش في نفسكم كده اللي مش هيقدر يعمل حاجة ويستمر عليها بعد كده بما يعملهاش يعني خير العمل ادوامه هو انقل فلو عملنا حاجات بسيطة واستمرين عليها هتفرق معنا جدا احسن منعمل حاجات كبيرة ومنستمرش عليها ومنحسش بتأثيرها ويبقى تعبنا نفسنا واكتقبنا احنا في شهر رمضان وسيام وتراويح وأجواء كده روحانية جميلة عجيبة فما نحاولش ان احنا ننكد على نفسنا يعني انه داخلين كمان على العيد فنحاول نخس احبة حلوية عشان لما ييجي العيد بقى وكحكوا البيتفور بكلام ده نعرف ناكل برضو بس بكمية معقولة ده كان فيديو النهاردة يارب يكون عاجبكم استفدتم منه حاجة جديدة ما تنسوش تعملوا اللايك للفيديو ده لو عاجبكم واشكركم جدا كل سنة انتوا طيبين شوفكم الفيديو الجاهلة خير